فمز أسود يملأ السواحل والبحيرات الرمال السوداء تخرج إلى النور بفرزها لمعادن ثمينة ذات أهمية اقتصادية عالية عن طريق مجمع مصانع فصل الرمال السوداء بكفر الشيخ الذي أنشئ حديثا بتكنولوجيا استرالية والتي تعد الأحدث في العالم في استقلاص الرمال وفصلها نظرا لما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي هو الأكبر في الشرق الأوسط ويصل لخمسة مليارات متر مكعب قابل للزيادة بشكل عام وما يقرب من 240 مليون متر مكعب بمنطقة البرولوس فقط بتكمن أهمية الرمال السوداء في ما تحتويه من معادن ثقيلة بيطلق عليها المعادن الاقتصادية نظرا لإقتصادياتها ووضعها الاستراتيجية الحقيقة يفتمدت اقتصادياتها ووضعها الاستراتيجية هذه المعادن ما انها بتملك طيف واسع من التطبيقات الصناعية الهمة وبتدخل في العديد من الصناعات التكنولوجية المتطورة المجمع عبارة عن مجموعتين المجموعة الاولى الست مصنع التي نحن متوقفين بها الآن زي ما شرطت حضرتك والجزء الاول اللي هو موقع التنجيم اللي بنسميه مصنع التركيز العائم ده عبارة عن كراكة عائمة هولندية تعمل بالكهرباء طاقة انتجية 2500 طن في الساعة بيليها مصنع تركيز عائم بيتم نقل الرملة المخلوطة بالمياه من خلال الكراكة من خلال الموسيل العائمة اعلى البنتونات تبدأ الرحلة بكراكات عائمة تسحب الرمال من البحيرات والسواحل وتنتقل الى مجمع مصانع فصل الرمال الذي يحتوي على ستة مصانع متنوعة تخص كل مادة تخرج من الرمال والتي ستوفر المصادر الاساسية لكثير من المعادن مثل المونازايت واليورانيوم المشاع والزركون ومعادن اخرى تدخل في صناعة هيكل السيارات والسيراميك والدهانات ومواد الاشعاع النووي وتبطين المفاعلات النووية وبعض المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة الشركة الرمال السوداء هتنتج معادن اهمهم الاليمنايت والزركون ودول هما اللي هنشتغل عليهم للقيمة المضافة لان الاليمنايت الحقيقة بيحتوى على نسبة لا تقل عن 40% من ساني أكسيد التيتانيوم وساني أكسيد التيتانيوم هو المادة الخام لصناعات كثيرة جدا أهمها صناعة البويات وأيضا صناعات متلرجية لإنتاج سبائك التيتانيوم أعتقد أن صناعة المعادن عليها طلب كبير هذه الفترة وستستفيد مصر كثيرا من صناعة واستخلاص المعادن من الرمال وهذا يعني زيادة في التصدير المصري ستكون هناك فائدة للمجتمع من هذه المشروعات التي تحتاج لعمال ومهندسين لذلك فهي توفر فرص عمل كبيرة وأعتقد أنها قصة نجاح كبيرة لمصر وسيتعظم الطلب أكثر على المواقع الجديدة بعد نجاح منطقة البورولوس تمتلك مصر حتى الآن 11 موقعا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة وتعتمد الصناعة بالكامل على المياه العذبة سواء في استخراجها المعادن أو فصلها بدون إضافة أي مواد كيميائية مما يجعلها أيضا صديقة للبيئة وقد يصل الاهتياطي الاستراتيجي للرمال السوداء إلى 200 عام من العمل المتواصل دراسات اقتصادية وفنية تابعها إنشاء وتنفيذ لمجمع مصانع الرمال السوداء لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائد للأسواق العالمية ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات الاستراتيجية المصرية كريم بيبرس التلفزيون المصري طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية ودلوقتي بقى إيه فيه كلام مهم جدا جد جدا لازم نقعد نتكلم فيه على مسألة الرملة السوداء من وجهة نظر الصناعة ومن وجهة نظر الاقتصاد كل الترحيب بضيوفنا لأعزاء داخل الاستوديو سادة النائب معتزم محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أهلا 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 يادي النور دكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية أهلا وسهلا دكتور كريم منورنا كله تمام؟ الحمد لله طيب أنا هستأذن الأول يعني أنا سادة النائب في أن أنا عايزة أعرف إيه الأهمية الاقتصادية بتاعة الرملة السوداء إيه الهوسة اللي عملها يوسف وعملها الإعلام المصري والصحافة وبتاعة ومهمة في إيه يعني الرملة السوداء دي طبعا هو مجمع الرمال السوداء هو بيعد مشروع قومي تنموي بيضيف إلى الصناعات الأخرى التي تستفيد من المواد الخام التي يخرجها مصنع الرمال السوداء من ناحية أخرى بعد فصلها لأننا بنتحدث عن الرمال السوداء بتتكون من 41 عنصر 41 عنصر بيدخلوا في 49 صناعة وبالتالي الصناعات التكملية الصناعات الأخرى هي التي تستطيع أن تستفيد من مخرجات الرمال السوداء في تطوير هذه الصناعة تطوير هذه الصناعة بيفتح المجال لأمرين الأمر الأول زيادة في فرص العمل بزيادة في الاعتماد على المكون المحلي إنجاح سياسة الدولة نحو توطين الصناعة تقليل فطورة الواردات وزيادة فطورة الصادرات وبالتالي بخفف العبء عن النقد الأجنبي بخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة دي من الناحية الاقتصادية من الناحية التنموية نحن بنتحدث عن أبعاد اجتماعية وبيئية وصحية الدولة المصرية من خلال هذا المشروع بتحقق أهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر هدف من ناحية بتحقق رؤية مصر عشرين تلاتين هذا المشروع بيمثل جوانب عديدة بيخلق حالة من الصناعة والابتكار والقدرة على تكوين الهياكل الأساسية من ناحية بيوفر فرص عمل ملائمة بيساعد في نمو الاقتصاد بيحافظ على الموارد الطبيعية للدولة المصرية ودي نقطة مهمة جدا كلها وجميعها بتأتي في إطار أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك طبعا أنها بتفتح المجال لعقد شرقات مع الغير وده يمكن اللي الدولة المصرية بتستهدفه من خلال هذا المشروع وهو إتاحة الفرصة للاستثمارات المحلية والأجنبية للدخول والشراقة سواء في مجال الرمال السوداء مباشرة أو في الصناعات التكملية التي تستفيد من هذه المادة الخام سيادة النائب الصناعة ولجنة الصناعة بنفسها معناها أنا النهاردة بقول ودكتور كريم بيتكلم على الجدوة الاقتصادية من وجود أو استغلال نهاية موجودة بقى لتسعين سنة أو اكتشفناها من تسعين سنة استغلال هذه الرمال السوداء من خلال المجمعات الصناعية وفخامة الرئيس قال يا جماعة إحنا عايزين كيان اقتصادي عملاق باستثمارات تقريبا 30 مليار جنيه وقال خمسة أو ستة من رجال الأعمال يقدروا يقوموا بداء وانتو كلكم أصدقاء السؤال بقى أنا كمصنع أو كصناعي أو رجل صناعة مصري أنا هعمل إيه بالرمال السوداء هاخدها وأعمل عملية الفصل وصدر المعادن الثقيلة والمواد المهمة ولا هاخدها وأدخلها جوة العملية الصناعية وبالتالي أعظم من أرباحي ولا أرجع تاني زي أديمه وحطها في شكاير وسلام عليكم لا طبعا هو حدثك لازم أنفهمين أن الميزة طعمة شعب دهوات أنه ما فيش ولا مصنع دي في التكتولوجيا بتاع فصل المعادن في مالسودة المصر ميشو فده في حد ذاته بنعتبره خطوة للأمان إحنا للأسف كاته السياسة الصناعية عندنا في مصر هيجي الأساس يوسف عمع المصنع طبعا بيكسب بيكسب كله ما ستعمل زيك دلوقتي بقى الاتجاه الجديد إن إحنا بندور على صناعاتها ميش موجودة وبنستوى دي المواد الخام بتاعتها اللي بيحتاجها السوق المحالي عشان كده أنا جيت مع حاضرتك من سنة أو سنتين وقلت لسيادتك هنا إن إحنا نازم نعمل خطوة صناعية صح والدولة ابتدت تعمل خطوة صناعية ومن ضمنها مثلا مصروع زي مال السوداء تمام لو لأنك إنت بتدت دولة تبحث عن إيه المواد الإيه مش مستقدمة تمام وتنتج منها حاجات ما كانتش موجودة أبل كده تمام وخيص على كده مش مال السوداء بس ده فيها إبتعى إن شاء الله في خلال عشرة أيام أو خمس شهور من دلوقتي الخريطة الصناعية الكاملة بتاع جمهورية مصر العربية اللي هتقول للمستثمين إحنا عايزين إيه وفين ده كان الحلم الحلم بتاعنا الحلم بتاعنا الحلم بتاعنا الحلم بتاعنا حوالي سنة وربع تقريبا أو شغالين في حركة لغاية دلوقتي آآ برضو عايزة أجعب وأقول إن إحنا بندرس كلجنة صناعة مع الحكومة إيه هي الأسباب اللي بتخلي الصناعات دي ما تعملش قبل كده كان من ضمن الأسباب عندنا إن قيمة المنتج المحلي يعني لما جعمل الصناعات هنا في مصر الممدى الخام عندي قيمة الإنتاج بتبقى أغلى من قيمة الاستيقاط فده كان بيخلي إن الدراسة الجدوة بتاع المشروع ما تيمشيش طيب إيه الأسباب لكده وإيه اللي إحنا خدناه عشان نقلل في التكلفة واحد شل نضغيبها العقارير المصانع البنين إن الأرض يتم تسلمها للمستسمة آآ بقيمة تكلفة النقاف دي قرب طلقت من الحكومة ثلاثة اللي إحنا بندرسه دلوقتي تمام كده حضرتك إن إحنا إزاي أدعم المنتج المصري عشان أوفى الدولار كميسال مثلاً ناخد حاجة زي السودة أش إحنا بنستود بحوالي تلتمية مليون دولار سودة أش طيب السودة أش دي المادة الخام بتاعاتها الموجودة للأساسي هو الملح موجودة في مصر وحالياً وزارة قطاع الأعمال مع وزارة البطول بيعملوا دراسة عشان ينتجوا هذا المسروع إنه مش موجود في مصر يعني أنا المفروض أو الدولة التي متجرة إن بتعمل المشاريع الصناعية اللي بتوفر لي الدولار اللي أنا بستودة تقول ده أنا عندي بحر ملح في سيواء أنا بقول لحضرتك ده هتعمل في العالمين يعني في الجنب حلو تمام كده حضرتك طيب الدراسة بتاعتنا بتقول إيه حضرتك إنت طبعاً حضرتك إحنا لازم ما نجي نشتغل نشتغل على أساس مواد الدولة يعني ما ينفعش حضرتك مثلاً أنا دولة فقيرة في الطاقة أجا وحقول لك إيه أنا عايز دعم في الطاقة أنا بتكسر بتقول كلام مية مية تمام؟ طب لكن أقدر أدعم بأسلوب تاني إيه الأسلوب التاني؟ إيه اللي أنا أملكه هنا في مصر؟ أقدر أدعم بالصناع بدون بدون مقصة على موزنة الدولة أو وسط الملائية طاقة حلو؟ لا الطاقة مش عايزة مدعمة عايزة بتسهل العالمي لا مش عايزة دعمها بفلوس لك أنا عندي وفرة من الطاقة أقدر أستخدمها أقدر أستخدمها أقدر أستخدم مصانع لكن إيه بقى حركة اللي أنا أقدر أشجع بيه المستثمرة واحد أدي له الأرض بسعة تكلفة وأصطاله على سبع سنين وادهاله مبدأ الإنتاج ليه؟ عشان ما نحطش السهولة بتاعته كلها فين في الأرض قبل بيجيبي المكان اه اتنين إن أنا أدي له المادة الخام زي المادة السهولة دي ما ادهالوش بسعر عادي الدولة ما نبقى عايز بسعر عادي نبقى حاله بسعر رمزي عشان يراه في السعر يبقى نفس ايه؟ أعلمين لأنه لو ما خدهاش ما هي موجودة عندك هتعمل بيها ايه؟ ده ما أصرش على موقع دي طب أنا عايز أعترض على الحال تادي بقى عارفك إلينا في الجانب أنا أعترض لا أنا ضد كلمة السعر الرمزي دي جملة وتفصيلا بصراحة لأنه كلمة السعر الرمزي دي فتحت علينا بوابات الجحيم تلاتين ناربعين سنة فأصبح في ناس بتكسب قد كده نتيجة إنه بياخد الحاجة بالسعر الرمزي هو بيبيع على رأي إخواننا في الأريف كده بالغلاء والكوا لا أنا بتكلم حضرتك على في حاجة مش كل المواد حضرت معلش أنا بتكلم على إزاي إن أنا أخفط قيمة المنتج المصري عشان يبقى منافس عالميا بسا مش بالرمزي يعني أنا يهاله بسعر مناسب سعر اللي تدي الدولة التانية ماشي ماشي في أحسن من كده زي ما هصدر بي زي ما هدي للمحل لا مش هصدر منتها مش هتصدر أنا عايز المادة الخام بي أعملها إضافة وصنعها فأنا قلت أقول مثلا والله أنا النهاردة لو جيت كنت مثلا بصدر الطن بمئة دولار وهو خام أنا هديه برضو للمحل بتاعي تسعة وتسعية يعني كمي يسأل لو أنا الدول المنافسة حضرتك بتنتج المنتج ده بأهل من 20% يبقى أنا عشان أنا نفسه مستويتش من ده يبقى أنا أنا لازم أفكر إزاي أنزل 20% دي مدون التأثير أو أحمل موازن الدولة العيب ليه بس كمان فيه إطار تاني تمام معلش أنا كسير الهوسة أنا عارف نفسي أقل من 20% في إطار أنهي جودة يعني أنا عندي مقدة مثلا تركيز نفس الجودة طبعا يعني عنده التركيز 1 من 1% قابلت قابل قابلت قابل يعني المنتج ده زي ده حضرتك أنا هنا لقيت أن أنا كمستسمة أو أنا كدولة لقيت أن المنتج ده أغلى من السعر العالمي بـ 20% بلازم أفكر إزاي حضرتك أدعم المنتج ده ماشي ودعمه بطريقة لا تؤس على موازلة الدولة حشان المواد يمحدودها حلو متوفقين على هذا كلام بالتفئية طيب إيه هي المواد اللي عندي زي ما قلت لحظتك قديله قديله المادة الخام بسعة معقول ما نقول شمزة بسعة معقول تمام الأرض بتكلفتها طيب أما نجي نحسبه معادلة بسيطة كده يوسف بإيه لو أنا مثلا عندي مصنع بينتك 200 ألف طن السوداء أش لو مصنع ده ما عندكش أنا كنت هستود السوداء أش دي بـ 40 مليون دولار من بره طب 40 مليون دولار ده كنت أجيبهم من إيه أجيبهم من الهوتماني اللي كنت بأخل عليها فوائد اه لو جينا حسدنا بحزبة بسيطة كده 40 مليون دول دول إضربهم في 20 جنيه يعني يعملوني 800 مليون جنيه في 15% يعني بيكلفوني 120 مليون جي في السنة فده لو خدت 120 مليون جنيه ده بقعمت بهم والصناعة دي سيادتك هيحصل إيه الفلوس دي كده كده كنت بتفحها اه تمام يبقى دعمت الصناعة وأنتجت ووفاته دولار وأوفاته في أصعبا بدون التأثير على موزنة الدولة يعني أنا بالنسباني فالحون إن الهوتماني دي طلعت ليه طب ما ناخد الفلوس اللي كنت بتفحها في الهوتماني كفاويت هدعم لها الصناعة وقلل فيها الفجوة اللي إيه هبقى كأني بعمل عليك نور فبالتالي حك لو عملنا كده هيحصل إيه بقى حضرتك تدوير رأس المال اه هيحصل إيه حضرتك إن أنا هوفى حاجات كنت باستودها ب 17 مليار دولار طيب هستأذن عند النقطة دي أروح للفصل الشهير نرجع نكمل الكلام موسيقى 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 اي حد في مصر مسؤول هيبقى حريص على ان هو لو في مجال خير هيعمله اللي عايز يخش بمشروع زي ده بقوله درسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليج تخش وتشتغل في الموضوع ده وانتن نستريحه اشتركوا في القناة تنفسية مزعيلة جميلة بصراح حاجة عظمة يعني طيب خلوني هقولكم الكلمة يا تنفسية خلوني الأول نرحب بضيوفنا لأعزاء داخل سوديو مرة تاني سيد النائب معتزم حمود رئيس لجنة الصناعة ودكتور كريم عيد المدير مركز العدل للإدراسات والأبحاث الاقتصادية طيب أنا هنا هرجع لدكتور كريم انطلقا من كلام سيد النائب معتزم حمود فإنه أنا لازم وأنا بدي الرملة السودة للمستثمر أو الرجل الصناعة المصري أدهاله بسعر منافس أو على الأقل بالسعر العادل يعني ما يبقاش مضطر لما يروح يجيبها من بره يليها أرخص مني مثلا بعشرة في المية خمستاشر عشين في المية وده كلام سليم مية في المية إحنا وحنا في الفصل كنا بنقول إيه بس هو مش هيلاقي معدل التركيز اللي عندي يعني ممكن يلاقي مثلا طن الرملة مثلا بمية دولار وأنا بقوله هتاخد مني الطن بمية وخمسين دولار يقولي طب ما أنا جيب من أبو مية هقوله طب ما هو تركيز واحد في المية أنا تركيز تلاتة وستة من عشرة هنا بقى برجع للاقتصاد فكرة المعادلة الاقتصادية لتحقيق الجدوة بالنسبة لك يا دولة وبالنسبة للمستثمر هو كمان لأنه هيشتغل ليلا ومش هيكسب طب طبعا هو يعني نتحدث عن مشروع قومي الهدف منه هو توفير مواد خام بتدخل فيه العديد من الصناعات وبالتالي هنا بفصل ما بين المادة الخام اللي بتستخدم فيه التصنيع المحلي واللي بتستخدم فيه الأسواق المحلية واللي أنا بستهدف منها من هذا المشروع توفير السلع وعدم الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات وتوفير سلع بجودة عالية وتوطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي وبالتالي أنا هنا لما بدي صناعات محلية أنا مش هينفع قديها بنفس السعر اللي بصدر به للخارج وبالتالي هنا فيه فصل اللي لأنه هدفي الأساسي هو إجباع السوق توطين صناعة توفير السلع ومنتجات بجودة عالية وبالتالي هنا سعرين سعر التنافسي هو يكون السعر للصناعة الوطنية ولما أنا بدي سعر للصناعة الوطنية هنا أو استخدام المواد دي فيه داخل الدولة بالعكس ده أنا بفتح بوابة للإستثمار ليه؟ لأنه هو بدل ما كان بيستورد المادة الخام بتكلفة مرتفعة تمام؟ وبيصنعها هو لا ده هو ممكن ييجي هنا ويستفيد من استثمار داخلي استفيد به بالسعر التنافسي تمام؟ ويبدأ هو يتوسع فيه صناعات محلية لأنه كما أشارت لحضرتك احنا بنتحدث عن 41 مكون من الرمال السوداء بيدخل في 49 صناعة 49 صناعة ما بين صناعات سقيلة وصناعات متوسطة وصناعات خفيفة وبالتالي هذا الكم من الصناعات الهدف ليس فقط الاستثمار في مجال الرمال السوداء ولكن الهدف هو الاستثمار في هذه الصناعات وتنمية الصناعة وده هو الاستهداف الأساسي اللي بيتماشى مع برنامج الإصلاح الهيكالي للدولة المصرية اللي هو زيادة نسبة الصناعات التحولية في الناتج المحل الإجمالي وزيادة أيضاً أو تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي بيخدموا قطاع أو صناعة الرمال السوداء حلو جداً هنا أرجع للساتة النقب مرة تانية طب كل هذه المواد اللي موجودة في الرمال السوداء 41 مادة تخش في 49 صناعة أنا عندي 49 صناعة دول ولا عندي جانب منهم وأقدر بعد ما بقى عندي مجمعات لصناعة أو تصنيع الرمال السوداء والفصل وما إلى ذلك أقدر أكمل باقية المجموعة وباقية السلسلة بالتسعة واربين هنا صناعات فائقة حاجات معتمدة على تكنولوجيا ناوية وتكنولوجيا صناعة السواريخ وحدوتها في صناعة قائمة يعني أنت الحاجات هتطلع من أنت محتاجها في صناعة السواريخ مثلا مثلا في طب الأسنان اللي دا كنت باستوهده فهيوفى لي فما هتأجه في اللحام وعدي توطين صناعة العربية وتوطين صناعة العربات فصدع على الصناعات القائمة حاليا يعني رمال السوداء أما تنتجي متجاب بتاعتها في صناعات قائمة في مصر أنا كنت باستوهد الحاجات دي قبل إنتاجي في رمال السوداء فده هيوفى لي عملة حلو تمام؟ كون أساسا إن أنا هوفى عملة للصناعات القائمة دا مكسب لكن بعد كده لو صناعات الطائرات تبديدي أصدر بقى المنتج بتاعي لشركات الطائرات العالمية مثلا بيطلع منه التوتانيوم التوتانيوم عشان صناعة الهيكل الصناعة الهيكل فبيطلع منه حاجة كتير قوي نقدر إن احنا نستغلها لا لا بتكلم علي إيه بقى النساء التراريس كان قدي توجيه إن دا أنا عندي من العريش للميط كل اللي إحنا خدتين كيلو دا من العريش لسكندريا حده بغير أيوه تمام؟ فحضرتك إنت عندك كم جبير جدا إحنا عملنا مصنع أو اتنين المفروض دور جال الأعمال بعد كده أيوه إن يخشوا إسام وارس الكلام أنا فكرتي في إيه؟ إن إحنا لازم طبعا إن في دست جدوة موجودة لازم تطهيرت على جال الأعمال ويه نعمل إيه تعمل مقارنة بين السعر العالمي وسعر الإنتاج هنا حيل تمام؟ وفي نفس الوقت تبقى إجال الأعمال يعملوا إيه بقى؟ ما تبقى الشركات فردية تبقى شركات تنزل في البورصة يخش رجال الأعمال بـ 25% وينزلوا 75% في البورصة بحيث إن المكسب ما يبقاش رجال الأعمال بس يبقى الأجال الأعمال ومن يرغب في المواطنين والله لو عملوا العكسة نموه ويتعمل السهم بـ 10 جنيه عشان المواطن البسيط يقدر يخش فيها ماشي لو دراسة الجدوة موجودة لين فيه دجال الأعمال بس مع أي حد من الشعب وينعمل السهم بقيمة بسيطة بحيث يبقى رأس المال الناس كلها مساهمة فيه بحيث الناس كلها تكسب ما يبقاش محدود يعني على إيه على فئة معينة بس ده بعد بقى إيه ويتسجل في البورصة لإنه هعمل تنزيل في البورصة طبعا وخبال حضرك فبالتالي هتبقى الأمور آآ يعني آآ أحسن يعني أنا فكرتي إنه متبقاش على يجأ أعمال بس لا صح دي تتعمم صح وكل مجموعة يجال الأعمال يعملوا بس لازم حضتك هنقعد في البرنامج أجي مع سيادتك هنا يلا ونشوف دراسة الجدوى البينيفيت إيه ويتعيد عالشعب المصري إيه المكسب وإيه العائد الاستسماعي نشجع المواطن بسيطة نخش فيه نجهز يا بان شونا نقتي لك والله بكلمة بيجي هو ده الصح ليه بقى حضرك وخيص على كده بقى في أي صناعة تانية تتعمل دراسة الجدوى تتعمل شركات مساهمة وكبال حضرك ده هيخلي المستثمم هو داخل متطمن على مكسبه وفلوشه وما تعمل السهم مش بألف جنيه وألفين جنيه هيعملوا بعشر جنيه أو بمية جنيه هتدخل فيه أكبر عدد ويكون الناس اللي على أسل المنظومة ناس ترسط وليوم سيبقى تعمل قبل كده ونقر في مشعيه فهده هيدي ثقة لأنه يعرفوا ان الناس دي مش هتخش من الشعبه عشان تخسر تمام؟ صح هيخش عشان يكسب فده يشجع إن المواطن البسيط يقدر يخش معه في عشرين دي كنا الزمان اكتتابت سنة سبعة وتسعين ولا تمانية وتسعين ما أنا مش فاكر يعني شركة محمول وكان وقتها السهمة بعشرة جنيه وانا كنت لسه متخرج باعتم مية مسألة بتي باعتم بمية تلاتة واربعين جنيه وارجع لدكتور كريم احنا في التصور بقى بتاعة فكرة الكيان الاقتصادي اللي أشار إليه الرئيس وقال رجال الأعمال يا تكتفوا مع بعض وعملوا كيان عملاق وانا ألاقي سياد النائب معتز يقول لنا طيب ما ناخد الفكرة ونطلع بها ستاب فورورد تعالوا نعمل جزء منها مطرح أو يطرح للاكتتاب وهيبقى ساعتها فيه شراكة للناس وده المواطن فالمواطن حسس إن دي فلوسه وده استثماراته وبيكسب من وراء ارتفاع سيار السهم من ناحية ومن ناحية تانية من توزيعات الأرباح بتاعة السهم فأنا كده ميت فل و14 كمواطن الرئيس حدد مدة قال لك يا جماعة احنا عايزين خلال سنتين نكون عملنا كائنات جديدة السؤال بقى هل أو بالأدق ما الذي يلزم لرجال الأعمال في أن هما يبدأوا في المضي قدما في تكوين هذه الكائنات أنا كنت لسه بقول قبل ما حادكم تخشوا طول ما جماعة زمان بلاك روك لما تعمل في القرن الثمانتاشر اتعاملت على نشاط واحد دلوقتي بقت تشيل دول وتحطها بمزاجها عشان تكمل أنشطة الاقتصادية اللي عندها وحجم الفلوس اللي موجودة في حوزة بلاك روك فهمي طبعاً يعني خلينا نقول إن قطاع الصناعة يعني بيشتكي أو بيواجه مجموعة من التحديات طبعاً هذه التحديات نحن على مشارف انطلاق المؤتمر الاقتصادي أرى إن هو هيكون منصة حوارية وفرصة كبيرة جداً لعرض التطلعات لمناقشة الأفكار لوضع تصورات جديدة للفرص الاستثمارية المتاحة ليه لأن احنا دلوقتي نتحدث عن مجموعة من الصناعات المتاحة داخل الدولة المصرية إذا ما تم توفير اتفاق موحد ومجموعة من الحوافز اللي بتقدمها الدولة لهذه الاستثمارات أو العمل في هذه الكطاعات أتوقع أن سيكون خلال سنتين بالفعل لدينا مجموعة من الكينات اللي بتمارس هذا النشاط أو بتتوسع فيه مجال الرمال السوداء وأيضاً الصناعات ذات الصلة حلو جداً أنا هنا بتكلم على نشاط ضخم عملاق في استدامة اللي أنا قدرت أفهمه من أسازة الجيولوجيا أنه يعني الدكتور محمد الألفي قال لي إحنا هنا بنتكلم على تقريباً حوالي استدامة تصل إلى 200 سنة إن لم يكن أكثر لأن لسه فيه عندنا مناطق تانية هنشتغل عليها في البحث والفهم والتحليل البحر الأحمر بحيرة نصر إلى آخره فإن هنا بتكلم على كينات قادرة أن تتحول إلى كينات عملاقة أخيراً قبل ما اختم مع حضراتكم سؤال هل هذا البيزنس ريسك فري يعني يزيره ريسك أو بالأدقة هو أدنى أنا عارف إنه محدد شيكوا هيقول إنه في حاجة اسمها ريسك فري مثلاً مقتنعني فيه لكن هل ده فيه مخاطرة عالية أو متوسطة حتى؟ أي بيزنس في الدنيا بتكون لويسك، ميدياميسك، هاي ريسك حلو مش حاجة بيزنس دي لويسك في أي شكل ماشي إحنا نقدر نقول ده لويسك 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 ليه بلا حضرتك؟ إنك إنت أي بيزنس في الدنيا أخطر حاجة فيه هي المادة الخامة كويس أدام المادة الخامة تحت رجلك إنت وفّرت سبعين وثمانين في المئة من ريسك ليه؟ أنا لو استودي المادة الخامة دي من بره أنا مش بتحكم في سعرها إنه بتحكم فيها مين؟ بره بره فيمنع؟ فيزون بره أو يسمع؟ أو يقفل عندك المصنع لكن كون إن المادة الخامة عندي ده قللي من ريسك سبعين وثمانين في المئة حلو حوافز للسماء ودراسة الجدول طيب أخير دكتور كريم لو ريسك ولا مينموم ريسك؟ لو ريسك ليه لأن أنا بدم أنا اللي بنتج المادة الخام فأنا بستطيع إن أنا أتحكم في تكلفتها من ناحية وأيضاً نقطة مهمة جداً إن أنا بستطيع الرقابة الحقيقية على السلع والمنتجات اللي بتكون وليدة من هذه المادة الخام بستطيع إن أنا أحدد هامش ربح ليها وده بيخلق نوع من استقرار الأسعار داخل الأسواق من ناحية ومن ناحية تانية أيضاً يعني بيفتح مجال الاستمرارية في عمل هذا المجال وإمداده بالمواد الخام يمكن كانت مشكلة سلاسل الإمداد والتوريد والهزة اللي حصلت في الفترة الأخيرة في الأسعار هي اللي سببت فيه رفع أسعار العديد من السلع ومن ناحية تانية لأن إحنا مش بنوفر هذه السلع وبنعتمد عن المواد الخام يعني بالتالي توفير المواد الخام هيخلق حالة حقيقية من السيطرة على التكلفة والسيطرة على أسعار السلع والمنتجات اللي بتخرج من هذه الصناعات طيب بكل ألم تخلص الحلقة لحد دي لا أجهية إن إحنا عايز نجيب دراسة الجدوة أيوة ونعرضها على الناس ونعرض على الناس ونتنجش ونحللها ونفهم ويبقى ونفهم ونشوف قد إيه المصنع ده بوفي تقول إن إنت عاج بتتكلم وكأن إحنا هنعمل كده لجنة صغيرة صح كده على رملة السودة جوه المحور الاقتصادي في الحوار الواطني صح كده طيب أنا عايز أشكركم الأول جدا نورتونا وشرفتونا ستلقى أبو عطيز محمود أنا منتظر نحن نجيب الحاجة يقول لي يوسف يلا أتلاقيني يلا على طول وساعتها كمان يشرفنا إن إحنا يكون موجود معنا مرة تانية كمان دكتور كريم عندي اللي يشاركنا في مائدتنا غير المستديرة مائدة مضلعة بس بتوفي الغرض جدا بشكلها لذيذ فدايما لما بيبقى الرزق قليل يقول لك يبقى في هذه الحال إنه هوامش الربح برضو بتقل كل ما الرزق زاد كل ما هوامش الربح زادت غالبا إلا في دي أو النعمة على العموم لينا كلام ولكن خلصة الحلقة لحد كده ده ثواني ويكون موجود معنا فين كريم هناك كريم رمزي ورقم عشرة أما إحنا لو كان لنا العمر نقابلكم إن شاء الله يوم السبت سلامات